وكان في سوشال ميديا وهمتشرة بقوة شان شفت الانتقادات ليهني اهم محبوظين الانتقاد مطلوب والانتقاد يساعد على النجاح محنا امس من تقدينه او قادي بالعكس لو ما كان في سوشال ميديا يعني بقولك السوشال ميديا طار ويكتبون رأيهم الشخصي انا ما احب شيلاء طلعت في المسلسل الفلاني خلاص المسلل يعني احنا ما قاعد اقول لك على السوشال ميديا انا قاعد اقول لك على متابعتي متابعة ليس على السوشال ميديا عملي ما مشيت على كلام السوشال ميديا لا بس مرار نحن في الكويت والخليج ما في مسلسل ضارب كلهم عادي ما أدري بصراحة أنا شوف لأن السوشال ميديا من المسلسل اللي ضارب تشوف الحين أحس معي حصة قلم ضارب أي مع حصة قلم حلو يعني نومبر ون ولكل مجمعين الحين ناس كلهم كل الناس قاعد يشوفون يعني بالسوشال ميديا تشوفون كشناعة بيت شركة باتشي هذا واقعنا احنا وين نروح؟ احنا نروح نمشي بمثلسلات وشصمة؟ ايدي كنتي شايفة مسلسل حكاية حياة اوكي اي اي بس واقع بقولك شي احنا يعني لا تقارنون قصاص احنا قصاص احنا مجتمعنا جذي احنا عرب بنهاية لا احنا عندنا بلاوي في عندنا وائد اشياء احنا مجتمع متحفظ ما نقدر احنا متحفظين احنا متحفظين احنا عائلاتنا فيها ما نقدر يعني وهذا واقع بس انا ما شفت انه مثلا فيه جرأة كبيرة بالمسلسلات المصرية وليش الجرأة احنا مجريئين احنا مجريئين انا اشوف مسلسل مصري مجريئ بس مستمتع فيه وهو مجريئ انا احس المقارنة خاطئة لانه واقع يختلف عن واقع احنا عرب حتى لو عرب الخليجيين غير لا فيه تشابه وهناك اختلافات فيه اشياء متشاهمين فيها اقصتها باللبس الخليجيات فيه عندنا لم تمعين في كل شي حتى بطريقة عرض المشاكل او حتى مشاكلنا تختلف عن المشاكل هنا لا شوفي بقولت على الشغلة صارة لا انا ما اتفق معك لا انا ما اتفق معك ليش لانه فيه صار خليجيات اجرأ من المصريات اللبنانيات في اللبس احنا عندنا احنا عندنا حلو وايد شيء وايد شيء ايجابي ان احنا عندنا رقابة واتمنى ان هذه الرقابة تصير هم بالسوشال ميديا لان احنا مجتمع خليجي ولازم نحافظ على الاشياء صحيح عموما هذا موضوعنا لدراما الخليجي